تطورات ميدانية متسارعة تشهدها جبهتا حلب وإدلب شمال وشمال غربي سوريا قوات النظام تقطع طريق حلب اللاذقية الدولي للمرة الأولى منذ 2015 وتتمركز على بعد ثمانية كيلومترات من مدينة إدلب من الجهة الجنوبية الشرقية المرصد السوري أرجع التقدم الكبير للنظام إلى القصف الجوي العنيف الذي شنته طائرات النظام وروسيا متبعة سياسة الأرض المحروقة تخطي النظام للطريق الرئيسي المعروف بأم فور يأتي بعد يوم من إعلان تركيا اعتباره منطقة عسكرية مغلقة في تحدي واضح لأنقرة تجاوز النظام لطريق حلب اللاذقية الدولي والسيطرة على قرية النيرب يعني حصار النقاط التركية القريبة في سراقب من الشرق والجنوب والغرب وبذلك ترتفع عداد المناطق التي تمكنت قوات النظام في إدلب من السيطرة عليها منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي إلى خمسة وخمسين منطقة أهمها معارة النعمان وخان السبل ومعصران وكفرومة وتنشر تركيا اثنتي عشرة نقطة مراقبة في المنطقة بموجب اتفاق مع روسيا لمنع هجوم من النظام السوري لكن يبدو أن التوتر بين أنقرة وموسكو يترجم حاليا مع التقدم المضطرد لقوات النظام ماهر النبواني العربية